دي شاريتي فيه إن شاء الله أحد شعنين مبارك للجميع هذا الأحد كل كنيسنا بمختلف طواقفة بتعيد الأحد يلي قبل القيامة تحتفل بالشعنين بأحد دخول يسوع إلى أورشلين بمجد وبانتصار وطبعا هذا حصل بعد قيامة لعاذر بعد أن أقام يسوع لعاذر من بين الأموات مثلا بأن بإنجيل يحنى من أجل ذلك خرج الجمع لاستقباله لأنه عملها العجيبة ولما أقام يسوع لعاذر من بين الأموات لما قال لهم زيحوا الحجر واجت مرتة إختله لعاذر لقلت له إن أخي قد أنتن فهذا يومه الرابع صلوا أربعة أيام ميت على يسوع إذا بتإمني ترينا مجد الله وأقام لعاذر من أجل ذلك خرجوا لاستقباله نحن من يحدث نتوقف لبرهة أمام سبت لعاذر اللي دغري بيجي قبل أحد الشعنين واللي فيه بليلة سبت لعاذر بصلاة المساء صلاة الغروب نعلن ختام الزمن الأربعين المقدس صوم الأربعين بيخلص ليلة سبت لعاذر ونبدأ الأثنين صوم الأسبوع العظيم المقدس وإقامة يسوع للي عاذر بتأكد على طبعا أمور كثيرة أنه هو سيد الحياة هو مانح الحياة وحقيقة القيامة والحياة الأبدية ولكن بتأكد عنده قدرة يسوع لما الإنسان يؤمن أنه يعمل عجيب وإذا بقراها رعاويا بحياتنا كل واحد ما في شي فينا نقول الله مش قادر يعمله بحياته ما في موت بحياتنا الشخصية ربنا مش قادر يحررنا منه إذا أمنا وجهدنا ووثقنا فيه إذا ميت قل له أربعة أيام بالقبر وأقامه يسوع نحن بدنا نعجز المسيح ونحن بدنا نقل له أنه فيه إشي ما بتتغير بحياتنا نكامل تجارب نكامل خطايا نكامل إضعفات كل علامات الماض من حالات إحباط وقلق إلى آخر هي من الأمور من جروحات الماضية ربنا قادر يعمل مسيرة شفاء معنا إذا أمنا نحن لما منسبح الرب ومنعلن ملك الرب بحياتنا ونعلن مجده لأنه الله اشتغل بحياتنا حكتار منكم المشاهدين الكرام أنتم من الملتزمين يلي بتحبوا الرب ويا ما سبحتوا الرب وما جدتوه وأعلنتوا ثقاتكم فيه وإيمانكم فيه واليوم مناسبة بأحد الشعنين جدت ثقاتنا بانتصار الرب على الموت ولكن خاصة بانتصاره على الموت في حياتنا الشخصية والعائلية والوطنية والمجتمعية نجد ذلك نحن بنخرج مع الجموع نهار الأحد وإن شاء الله السنة نقدر نزيح أحسن بدن العزمة الماضي اللي ما قدرنا نعمل زيح الشعنين وحتى لو البعض رفع صعف النخل أو الشمع ببيته نتذكر ليه عم نعمل هالشي شو كان عم يهتف الشعب وشعنا لابن داود مبارك ونلقاتي باسم الرب مين ابن داود هو المسيح المنتظر هو المخلص المنتظر هو الملك المنتظر مبارك ونلقاتي باسم الرب لما كان الجمعة بتهتف ومارك يسوع كان يسوع بينتهم وتخيلوا نحن بالتطواف مبارات الكنائس ويسوع مارك بينتنا هو هذا الأحد معيد الميلاد من أكتر الأحد للولاد بيجوا على الكنيسة والعائلات تأتي إلى الكنيسة وتشارك بالتطواف ونلبس التياب الجديد ونعمل زيحات ونعمل زيحات عظيمة وخارج الكنائس ولكن لو يسوع مر بينتنا شو كان بيوشوشنا بدينتنا شو كان بيقول لك الواحد مننا كيف بتقل لي أنا ملكك بالمملكة عادة الشعب الرعي بتسمع كلام الملك بتطيع ونين اللي بيسن الملك المشرع كيف أنا عامل له يسوع وشعنا لابني داود أنت الملك وأنا بردش عليه في وصايا أنا سكرت عليها من القشة الكبيرة لأعظم وصية هي المحبة وكم 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 من جرح المحبة لو قدر يسوع يقرب عدينتي ويوشوشني شو بيقول لي كان بيقول لي شو عم تضحك علي شو عم ت بتقل لي شي وبتعيش شي تاني بتقل لي أنا ملكك وانت فتح حسابك لما بيمروا يسوع بيناتنا بين الشعنين للبعض منه رح يصدقوا ولكن للبعض مننا ما رح يصدقنا بشي طلع بيقول مربولوس بعمل الرسل هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني وبيقول بالعهد القديم ونحن شعب بنعرف نعمل مظاهرات للرب ولغير الرب كمان مش هاي شو بنعمل المظاهرات وأحيانا زيح الشعنين بتحول لنوع من مظاهرة طبعا بالمعنى الإيجابي حشة شعب كبيرة عم بيكرم الرب وتصوير والعائلة تجتمع إلى آخره من الأمور ولكن المضمون أوقات فارغ من حقيقة ما نقول وما نعلن أحيانا بالشعنين في الناس مش درينين عشو عم نعمل بيجو بسعة الزيح إنه زيحنا بعد نروح نتغدى ولكن أن نعلن أن يسوه هو المسيح هو ابن داود هو المخلص يعني أنا عم بعلن أنك أنت يا رب مخلصي الشخصي وعم بعلن أن أنا بحاجي لهذا الخلاص يا رب أنا أؤمن أنك قادر تخلصني وهذه الحقيقة بحاجة نحن بيومياتنا اللبنانيين عيشة وما نستسلم ولا كل هالتعبير هي تعبير فارغة من المضمون وخالية من الإيمان تعبير سطحية ما من عيشة بيخلصني من الخطي بيخلصني من علامات الموت بيخلصني من كل ما هو بعيد عن ملء الحياة التي أتى من أجلها ليمنحني إياه جئتوا لتكون لكم الحياة وطفيد فيكم شعنيني عم نعلن ونهتف مع الجموع وشعنا ابن داود مبارك ونلقاتي باسم الرب بحاجة لنعيش هالشي مضبوط لترجيا إلى كتير معيني وكتبيا إلى كتير معيني ولكن بقراءتنا الرعوية اليومية بحياتنا اليومية مثل ما سبق وقلت مرة لما بيقول البابا فرانسيس بفرح الحقيقة بإرشاده الرسولي فرح الحقيقة بيحكي عن الطلاق الموجود بين اللهوت والاهتمام الرعوي وبين الإيمان والحياة اليومية كيف نحن بشخصنا كل واحد بده يتجاوز ويتحرر يغلب هذا الشرخ الكبير هذا الطلاق الكبير الموجود بين اللهوت والإيمان أنه المسيح أنه المخلص أنه الملك وبين حياتنا اليومية كل الدس نحتفل فيه كل احتفال في خارستيش وكيف بيبلش الكهن الاحتفال مباركة المملكة والإبن والروح القدس نحن جزء من هذه المملكة وإلهنا الثلوس هو الملك نحن بمملكته كيف نحن نرعي في هذه المملكة ربنا جعلنا من هذه المملكة بالعماد ومالحنا نروح القدس ومالحنا كل شيء من عوز الله خلاص منيح نتأقلم ونعيش مع ما نصلي نصدق شو عم نصلي ونعلن ما نصلي ونطبق ما نصلي ونعبر عن هالشي بحياتنا اليومية أختي لأحبة يمكن هالظروف اللي عم نمرأ فيها ومرأنا فيها سنة الماضي كمان جعلتنا نرجع نفوت لعمق إيماننا وعمق معنا صلواتنا وزياحاتنا عم نستفقد له ولكن زياح الشعنين بحاجة نرجع نعطيه مكان توقيمته ونتحرر من كل شيء دنيا ويتعلق فيه مظاهر ما قال علاقة بمعنى العيد ونرجع حقيقة ننملك الرب ع حياتنا ونرجع هو يكون سيدنا وإلهنا ونطلع من تبعيتنا لشهوتنا لخطيانا مش بس هيك لذاتنا أنه يرجع الرب هو ملكنا مش نحنا ملوك حالنا قاله أنفسنا عنا إله هو الجالس في العرش على السماوات ونحن واثقون من الانتصار نحمل علامات انتصار السوعة في النخل اللي حملينا هي علامات الانتصار لما نعلن علامات الانتصار على ماذا على الشر على الموت على الخطيئة وهيك فقط نحن من قوم نحن من قوم وبلدنا بقوم دينينا شبع كلام وكلام دينينا بحيجة لتسمع كلام إيامي كلام انتصار ولكن انتصار حقيقي فأخوتي كمان مرة دائما برجع بعيدة هالطلاق الموجود بين العقائد بين الليهوت بين الإيمان وبين الحياة اليومية بحيجة لنعالجه وعالجه كل واحد بيعالج هالمسألة عم بيساهم بردم هالهو الموجودة وبعادة الحياة لرموزنا لصلواتنا نشوفها عم تترجم بحياتنا اليومية مش معقول شعب الله في كل الكرة الأرضية في أحد الشعنين يهتف هالهتاف وبالآخر البعض مننا يرجع بيته كله كلمات فارغة مثل غنيت ماجد الرومي سيدة ماجد الرومي كلمات ليست كالكلمات نحكي للرب أوقات كلمات ليست كالكلمات نرجع بإخري النهار من بعد ما نرجع بيوتنا لا شيء معنا إلا كلمات لماذا؟ لأنه نحن شعب شاطر بالحكي بسم الشاطر بالعيش فنحن فيتين على الأسبوع العظيم ويلي بد يرافق ربنا بالأسبوع العظيم وبحمل الصليب يبلش يحمل صليب خلاص الرب والتحرير من مشاكلنا الأساسية من الخطيقة ونقبل أن نكون شهداء وشهود للمحبة ونحمل هذا الصليب مع الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر